من الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ونسيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبد ورسوله كتاب الزكاة نعم الزكاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة نعم نعم الفريضة قسمين زكاة مال وزكاة بدن زكاة مال الأموال أربعة وزكاة بدن هي زكاة الفطر نعم زكاة الفطر متى تخرج نعم وقت اخراج زكاة الفطر يقول لها ثلاثة أوقات وقت جواز ووقت استحباب ووقت تحريم وقت جواز قبل أن ينتهي رمضان بيوم أو يومين التاسع العشرين الثلاثين من رمضان هذا وقت جواز نعم ووقت استحباب من صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت ووقت تحريم وهو بعد صلاة العيد لا يمكن أن يخرجها بعد صلاة العيد نعم نعم إلى من تخرج لمن يكون زكاة الفطر نعم المساكين نعم نعم مقدار زكاة الفطر كم صاعة من طعام وهو ما يساوي لا لا صاعة هذا ليس صاعة أربع أمداد أربع أمداد هذا مد نعم هو ما يساوي أقل تقريبا من ثلاثة كيلو لكن نحن في العادة نخرج رز ثلاثة كيلو تنوي أن هذا به الزكاة والزائد صدقة احتياطا هكذا نخرج نعم أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعام الأحوط والأولى بك أن تخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعام لا تخرجها مالا النقود على من تجب يقول كل مسلم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان لا بد أن يخرج زكاة الفطر صام لم يصم صغير كبير ذكر أنثى عب حر نعم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان نعم إذا غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يعني دخل وقت المغرب وهو مسلم لو أسلم قبل أذان المغرب بدقيقة واجبت عليه زكاة الفطر نعم تخرج تمر قمح ممكن تخرج رز الشيخ بن عثمير رحمه الله تعالى يقول ممكن تخرج مكرونا اسموها سباكتيا سباكتيا نعم عن الشيخ بن عثمير لكن ليس في المطبوخة نية نعم طيب الثاني زكاة المال ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة أولا النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملة الورقية دولار شترليني يورو ريال نعم ماذا قال لا زكاة الفطر هذا قبل أن تنام بعد أن تنام دخل في زكاة المال تمام خلاص أجلس تمام نعم الذهب لابد أن يبلغ نصاب كم نصاب الذهب 83 جرام 83 جرام فأكثر إذا بلغ 83 جرام فأكثر فيه الزكاة تمام تمام والفضة خمسمائة أو خمسة وتسعين جراما فأكثر وفوم تمام طيب هذا معاسترليني ألف هل تجب في ألف جنيه إسترليني الزكاة نذهب إلى هذا اللي يبيع الذهب والفضة الدكان ثم نذهب إلى جول سميث أو يدخل مثلا على العملات نعم نقول له 83 جرام من الذهب كم تساوي إسترليني قال ألف ومائتين إذا إذا إسترليني إذا أضرب مثلا نحسب الأقل من الذهب أو من الفضة ما يساوي هذا النصاب نعم تمام كيف نحسب الزكاة كم مقدار الزكاة الألف هذه التي معه ولا ثلاثة وثمانين جرام أو مثلا خمسمائة أو خمسة وتسعين جراما من الفضة كيف نحسبها مقدار الزكاة كم نخرج سهل جدا تقسم بالآلة الحاسبة المبلغ على أربعين الشيخ إبراهيم عنده مئة وعشرين مليون دولار سترلين مئة وعشرين مليون جنيه سترلين جنيه سترلين نعم كم الزكاة من يعرف أقسم على أربعين عندما قسمنا على أربعين طلع كم ثلاثة مليار ثلاثة مليون مئة وعشرين مليون دولار سترليني زكاتها ثلاثة مليون لأن كل أربعين مليون زكاتها مليون نعم فعليه يخرج الآن كم ثلاثة مليون جنيه سترليني نعم تمام وعلى هذا تحسب سهل جدا اقسم على أربعين بالآلة الحاسبة هذا الأول الذهب والفضة والعملة الورقية الثاني الخارج من الأرض يعني الحبوب والثمار الحبوب مثل القمح والثمار مثل التمر لكن الفواكه الخضروات ليس فيها زكاة نعم تمام هذا لا يشترط فيه أن مضي الحول الذهب والفضة وعروض التجارة والسامن بهمة الأنعام هذه لا بد يمر عليها سنة كاملة أما الخارج من الأرض لا مباشرة إذا كان الحصاد وآتوا حقه يوم حصاد لا يلزم أن يمر عليها الحول نعم تمام وهذا يخرج الزكاة مقدار الزكاة هنا بحسب السقي بحسب ما يسقي هذا الزرع إذا كان يأتي بماتور ويخرج المياه ويسقي هذا الكلفة تكون أكثر نعم عنده يعني نعم فهذا يخرج ربع العشر يعني يقسم الخارج إلى عشرة أقسام يأخذ قسم وربعه يخرج نعم ربع العشر ربع العشر يعني مثلا خرج من مزرعة الشيخ إبراهيم خلاص عشر طن من التمر طن طن نعم ما شاء الله نعم أنت خليها مئة طن خرج من المزرعة مئة طن من التمر هل تتعب في السقي قال نعم أنا عندي ماتور وكهرباء وكذا حتى أخرج الماء وأسق الزرع مئة طن عشرة كم عشرة العشرة هذه نأخذ ربعها ربع العشر ربعها كم كم اثنين ونصطا إذن يخرج اثنين ونصطا وإذا كان بغير كلفة يخرج خمسة نصف العشر نعم نعم طيب يقول طيب قلتم في زكاة الذهب ثلاثة وثمانين جرام والفضة خمسة وثمانين جرام هنا كم النصاب نعم النصاب خمسة أوسق الوسق ستون صاعا يعني يعني خمسة في ستين النصاب ثلاثمائة ها ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع نعم خمسة أوسق أو ثلاثمائة صاع تمام وهو ثلاثمائة و لا الصاع ثلاثمائة صاع نحن نحسب الآن هو سيحسب بالصاع بعدين أو مثلا يعني دون دون ثلاثة كيلو يحسب مثلا ثلاثة كيلو في كل اتركها الآن خليها ك الوسق الوسق ستين صاع ستين صاع ستين في خمسة ثلاثمائة نعم مفهوم نعم الثالث ايش عندك يا شيخ ابراهيم قال عندي عندي ابل ما شاء الله نعم وبقر وغنم ماذا تصنع فيها هل تشتري لها طعام قال لا انا اتركها ترعى اذا كان هو يشتري لها طعام هذه ليس فيها زكاة لكن اذا كان يتركها ترعى هذه فيها زكاة تسمى سائمة من بهيمة الانعام سائمة يعني تسوم يعني ترعى لا يعلفها لا يشتري لها علم بهيمة الانعام ابل وبقر وغنم لكن عنده دجاج عنده خيول هذه ليس فيها الزكاة تمام كيف النصاب وحساب هذا يرجع الى الجدول الى الحديث مفهوم يعني زكاة الابل وزكاة الغنم وزكاة البقر نعم نعم حساب الزكاة مثل الرياضيات ما يصرح هكذا جالس لازم ورقة ويكتب مثلك الان نعم ممكن انتم عندما درستم في المدينة كنت تحسبوا نعم الرابع والاخير عروض التجارة ما هي الشيخ ابراهيم عنده سوبر ماركت كبير جدا ما شاء الله نعم ماذا تبيع فيه مواد بناء دجاج أخشاب حديد سيارات طائرات هذا كل عروض تجارة نقول لابد تحدد لنا وقت لإخراج الزكاة نصاب نعم أغلب الأغنياء عندنا التجار مثل الشيخ ابراهيم زاده الله من فضله يحدد رمضان إخراج الزكاة لماذا لأنه رمضان شهر يعني ينتبه له الناس أنتم في الغالب الآن تتعاملوا بالأشهر الميلادية ولا تنتبه للأشهر الهجري إلا شهر رمضان مفهوم فأغلب التجار عندنا يحدد الحول متى شهر رمضان فيجي إبراهيم في شهر رمضان يفتح السوبر ماركت كم عندي من قيمة قيمة عروض التجارة قال والله حصل أن لديه أربعين مليار دولار استرليني أربعين مليار نعم ما شاء الله تبارك الله كم يساوي كم الزكاة واحد مليار نعم يخرج طيب جاء الشيخ إبراهيم إلينا قال أنا تاجر الأموال عندي تتغير في السنة تزيد تنقص هكذا نعم متى موعد الموعد عندك قال واحد رمضان نعم تفتح الخزنة في واحد رمضان كم لديك ستين مليون نعم كم زكاتها تقصد قيمة عروض التجارة لا لح مت عروض تجارة الآن نتكلم على الكاش خلي عروض تجارة أخرجنا هذه خلاص عروض التجارة واحد مليار نعم نعم زكاتها مليون ونصف الأستاذ الشيخ عنده ثلاث طلاب يدرسون عليها الزكاة شيخ إبراهيم لا 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 غير عندما يعني بيّل لهم الزكاة قال اليوم كل واحد منكم يرجع إلى أبيه ويحسب الزكاة تدريب طالب من الطلاب فقير يتيم فماذا يصنع كيف يحسب ليس عندهم مال ترك الناس حتى تنام ثم دخل إلى بيت الجيران تسلل ودخل وأوقد المصباح وأخرج الدفاتر وبدأ يعمل 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 منهمك وجد يعني فيه أخطاء يكتب نعم نعم يعني يحسب نعم لكن يعني الحساب كان أكثر ما في الدفاتر هذا كله أخطاء وهو يعدل يكتب 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 نعم استيقظ ساحب المنزل وجد النور في المكتب هذا الذي فيه الأموال فيه الدفاتر نعم قال ليس سارق قال ليس سارق أنت وأمثالك السارق هنا في خلل لهذا أن أبقى فقير أنا وأمثالي وكان عليك أن تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع كذا وهذا كل خطأ تعجب هذا الغني من هذا اليتيم الفقير من هذا الطالب العلم طالب العلم فقال لزوجتي هو أغاني قال لزوجتي ما تعتقد أننا يجب أن نحن نحن هذا الطالب العلم لأخطاء لأخطاء أو زكاة مال أربع أشياء تمام إلى من ندفع الزكاة نعم من نعطي الزكاة نعم يقول ثمانية أصناف تدفع الزكاة لثمانية أصناف فقط لا غيرهم نعم أقول الفقير من هو الفقير الفقراء والمساكين تمام من هو الفقير ومن هو المسكين هنا الفقير غير المسكين الفقير لا يجد شيء أو يجد دون الكفاية هذا يجب أن نشرح انتبه معي الآن هذا كم يكفيه في السنة كامل نحن نحسب دائما بالسنة لأن الزكاة تأتي كل سنة فنحسب هذا فقير كلنا فقراء إلى الله هذا فقير الله سيد إبراهيم لا هذا هناك غير الشهر نعم هذا فقير الآن كم يكفيه في الشهر هنا بالنسبة للإسترليني تقريبا هناك عندنا ألف ريال سعودي هنا كم تساوي الألف ريال سعودي باوند استرليني سعودي 200 200 تكفيه لا 500 لا ألف إن كنت في نيلسون يمكن ألف تمام تمام إذن هذا قال أنا تكفيني في السنة 12 ألف باوند تمام طبعا لا نشتري له بورش ومرسدس مثل الشيخ إبراهيم لا نعم نعم الآن هذه 12.000 باوند لن يستطيع نعم نعم نحن لا نمزح الآن نحن نتكلم حتى تفهم هذه المساء الشيخ إبراهيم حتى تفهم نعم نعم فيأتي الشيخ إبراهيم هو الغني ما شاء الله سعجر يقول لي هذا كم يكفيك يا أخي قال 12.000 دولار ستريني نعم ما فيه دولار ستريني ما أعرف والله لا أدري مع ليش أنا لا أدري أنا تعرف أنا مثلي مثلك أنت لا تعرف السيارات أنا لا أعرف هذه النقود هذا يعرف نعم تمام قال كم معك قال ما معي شيء قال إبراهيم نعم أنت فقير قال معي خمسة آلاف أنت فقير قال لماذا لأنه أقل من النصف قال معي سبعة آلاف قال أنت مسكين قير قال معي 12.000 قال أنت غني مفهوم إذا يجد هذا غني أقل من النصف أو لا شيء فقير نصف دون الكفاية مسكين تمام الحمد لله تمام إنما الصدقات للفقراء والمساكين للفقراء يعني تملكه تعطيه إبراهيم يقول خذ امسك هذا تنفق على نفسك وعلى أولادك مثلا مدة سنة كاملة نعم نعم عاملين عليها من هم أخرج زكاة قلنا ثلاثة مليون وأعطاها لهذا قال أنت تعرف فقراء توزع عليهم هذا وضع في جيبي اثنين مليون وقسم على الفقراء مليون يخي لماذا قال عاملين عليها أنا ما تقرأ القرآن نعم لا العاملين عليها هم الذين يوليهم السلطان كما عين النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذن اليمن قال وليعطيهم السلطان ما يأخذ على ما يحب أما هذا التاجر يوكل فلان يوزع المال لا يأخذ شيء إلا إذا يعطيه هو من جيبي ليس من الزكاة نعم نعم المؤلفة قلوبهم يعني حديث مسلم جديد نعم وهذه أكبر مشكلة في أوروبا هذا له ست سنين في الإسلام قال أنا مسلم جديد يا أخي تعلم قال مسلم جديد أسنع كذا مسلم جديد تزوج قال لا مسلم قديم صحيح كل شيء مسلم جديد سعد رضي الله عنه ست سنوات في الإسلام اهتز لموته عرش الرحمن ما قال مسلم جديد إلى متى مسلم جديد وعذر مسلم جديد يعني يعتذر كل شيء تقول لا قال أنا أنا مسلم جديد يا أخي تعال أدرس معنا تعلم التوحيد تعلم الدينك قال مسلم جديد المهم نعطي المسلم الجديد يعني له أسبوع شيء من هذا تأليفا له على الإسلام نعم نعم قال وفي الرقاب ما قال والرقاب لماذا لأننا لا نعطي العبد المملوك لو أعطيناه المال يأخذ السيد لا نحن نقول السيد اعتق هذا ونحن نعطيك المال نعم نعم الغارمين نعم أيش الغارمين يعني إنسان عليه دين قال جزاكم الله خير شيخ براهيم ما شاء الله غارمين طيب شيخ إبراهيم قال أنا أشتريت مرسدس وإلى الآن أقصت أنا غارم ادفع لي من الزكاء حتى أسدت قيمة مرسدس نعم لا غارم هذا ممكن 12 ألف عنده شيء من هذا يعني اشترى طعام أو غرفة واحدة أما هذا يأخذ لنا فلا بالتقصيد يقول يسدد يا مسلمين غارم أنا غارم أي غارم نعم والله ستق بعض الناس يصنع هذا يقول حتى يسدد عني يا أولا المسلمين ما شاء الله عندهم أموال جزاهم الله خيرا نعم إذن لابد ننظر سبب الغرم سبب الدين الثاني ما نعطيه هذا نعطي الذي يطلب منه المال لأنه لو أعطيناه ممكن يأخذه في الطعام أو في كذا فنقول كم تطلب من هذا قال أطلب منه ألف نسدد مباشرة تسدد مباشرة ما تعطي الفقير نعم وفي سبيل الله تمام يقول في سبيل الله ما معنى في سبيل الله كل أبواب الخير كل أبواب الخير صح لا ليس صحيح إذن كانت المفروضة الآية تكون إنما الصدقات في سبيل الله كل أبواب فقراء ومساكت نعم لا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لكن لابد يكون تحت سلطان مسلم بأمور واضحة نعم ليس أي أحد تعطيه هذا يصعد في أي دولة من الدول وقال اعطيني المال أعوذ بالله نعم نعم ابن السبيل يعني المفروض تقول فلان ابن فلان قال لا هذا ابن السبيل لأنه مسافر منقطع نعم يعني خرج من بريطانيا إلى المدينة إلى الحجة والعمرة وعندما وصل هناك انقطعت الأموال لديه ما يستطيع يعني يرجع إلى بلدي ليس عنده مال فهذا نعطيه من المال حتى يرجع إلى بلدي نعم نعم يعني مثلا أغلب الناس اليوم كل شيء على البطائق وعلى الجوال مثلا سرق الجوال وسرقت البطائق وليس عنده شيء اذهب إلى البنك قال أي بنك بنك في بريطانيا ما عندي أي وسيلة اتصال لا جوى السفر ولا شيء نعم تمام الشخ إبراهيم يقول عندي سؤال هل يجوز أعطي الزكاة لزوجتي والله يعني يعني تحتاج أو لأولادي أو لأمي تعطيهم أوساخ الناس كيف تعطي زوجتك وأولادك وأمك أوساء الزكاة هي أوساخ الناس يعني هذا ماله مليار أو كذا هو أخرج حتى يطهر المال المال فيه لابد أوساخ يخرجها هذه الزكاة يخرجها كيف يعطيها أولاده ما يعطيها يعطيها من مالك أنت لكن بعض الأقنياء اليوم ما يريد أن المال يخرج فقراء مساكي يخرج لأمه لأبيه لزوجته لأولاده مفهوم الشيخ نعم نعم أقول لا ما تعطيهم أعطي من عندك إذن لا تعطي الزكاة لمن تجب عليهم النفقة نعم ولا لغني ولا لقوي مكتسب إنسان عنده قوة ويعرف يذهب ويتاجر ويشتغل هذا ما نعطي ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثاني من الزكاة زكاة نفل نعم نعم والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خيرا